أساس فهمك لدرس أو جزئية الروابط الكيميائية قائم على فهمك للأيون السالب والأيون الموجب وخواص الفلزات وخواص الله في الزات على بركة الله نبدأ ونقول الروابط الكيميائية أولا منين جي المصطلح ده رابطة كيميائية جاية من أن في عناصر كيميائية تحتوي على زرات كيميائية ارتبطت واتحدت مع بعضها البعض فاكر التلم الأول لما كنا بنقول جزئيات المادة الصلبة مرتبطة ارتباط كبير ببعضها وإن المسافات البينية صغيرة جدا بينها وبين بعضها ده كان جاي من إيه؟ من الرابطة كانت الجزئيات والزرات مرتبطة ببعضها لكن ما كناش فهمين يعني إيه مرتبطة ببعضها أن الأوام بقى نفهم ونعرف يعني ارتباط كيميائي أولا الروابط الكيميائية هي أكثر من أن أنت تبقى عارف أن أنواعها رابطة أيونية ورابطة تساهمية لا ده هم أكثر من كده في رابطة فلزية ورابطة تناسقية ورابطة هيدروجينية لكن الكلام ده مش عليك دلوقتي الكلام ده هتاخده إن شاء الله في تانية سنوة لكن إحنا هندرس مع بعض رابطة أيونية ورابطة تساهمية فيما تستخدم هذه الروابط؟ هذه الروابط بتستخدم في رابط زرات العناصر مع بعضها البعض تاني الروابط الكيميائية بتستخدم في إيه؟ الروابط الكيميائية ما وظيفتها؟ رابط زرات العناصر بعضها ببعض ليه؟ ليه عايزة رابط زرات العناصر بعضها البعض؟ عشان أكون جزيئات وهو أنت مفكر لما جزئ الأكسوجين يتكون مفكر كده إنه تكون لوحده كده من غير روابط؟ لا في رابطة اسمها رابطة تساهمية كانت هي السبب إنه زرتين أكسوجين يرتبطوا ببعض وفي النهاية ببقى شكلهم عامل كده كذلك ده اللي هو كان معناه الأوتو فاكر كنا بنقول الأوتو ليه جنب بها اتنين؟ لأن الأكسوجين من الغازات النشطة سنائية الزرة سنائية الزرة طب أوتو ده معناها إيه؟ معناها إنه ده جزيء أكسوجين طب وجزيء الأكسوجين ده بيتكون من إيه؟ من التحاد زرتين أكسوجين نوع للتحاد ده إيه؟ نوع الرابطة دي إيه؟ رابطة تساهمية ودي مش هنتكلم عنها دلوقتي هنتكلم عن الرابطة الآيونية الرابطة الآيونية يا أخي من اسمها كده؟ اسمها رابطة آيون آيونية آيونية يعني تعتمد على وجود الآيونات الآيونات آلا طب هو أنت درست الآيونات دي فين؟ درستها في الفلزات واللافلزات درستها وعرفتها إن الفلز حينما يفقد إلكترونات المستوى الخارجي بيتحول لآيون موجب بيتحول لإيه؟ لآيون موجب كذلك درست إن اللافلز حينما يكتسب إلكترونات بيتحول إلى آيون سالب آيون سالب والرابطة الآيونية ما هي إلا اتحاد آيون موجب مع آيون سالب بالبساطة دي ها هو الله بالبساطة دي الرابطة الآيونية هي عملية اتحاد آيون موجب لظر تعنصر في لز مع آيون سالب لظر تعنصر لا في لز طيب إيه اللي بينتج ما بينهم في الآخر؟ بينتج مركب اسمه المركب المركب الآيوني يعني حضرتك عايز تقول لي يا أستاذنا إن الفلز حينما يفقد يتحول لآيون موجب أقولك آه وإن اللافلز حينما يكتسب يتحول لآيون سالب أقولك آه واتحاد كل من الآيون الموجب مع الآيون السالب ينتج لك مركب اسمه مركب إيه؟ مركب آيوني طب لو جبتلك في الامتحان سؤال وقلتلك ما المقصود بالمركب الآيوني؟ هتقول لي هو مركب ينتج من اتحاد دايما نحط في دماغك إن علامة زائد دي مش معناها إضافة بتاعت الحساب أو الرياضيات لا دي معناها إتحاد عندنا احنا بقى يبقى المركب الآيوني ما هو المركب الآيوني؟ هو مركب نتج عن اتحاد آيون موجب لظرة عنصر فلز مع آيون سالب لظرة عنصر لا فلز هذا هو المركب الآيوني دي كانت مقدمة مبسطة علشان تفهم معنى ربطة آيونية ظرة العنصر الفلزي بتفقد إلكترونات المستوى الأخير زي ما حدك عالف وبتتحول لآيون موجب ويمكن التعبير عن هذا الكلام النظري بمعادلة أيضا نظرية بتقول إيه المعادلة؟ قادي الام ام ده اللي هو بيعبر عنه بإيه؟ بالفلز خلاص؟ هذا الفلز يفقد فإحنا ممكن نكتب فوق السهم كده يفقد أو عملية فقد هيفقد إيه؟ هيفقد إلكترون ويتحول لإيه؟ يتحول لإم موجب زائد إيه سالب يعني إيه سالب دي؟ يعني هو فقد إلكترون فقد إيه؟ إلكترون وإيه؟ إم موجب دي؟ هو ده الآيون الموجب اللي تكون كلام جميل؟ طيب الآيون السالب بيتكون إزاي لو عايزين نكتبه برضو في صورة معادلة رمزية هنقول إيه؟ هنقول إكس بس المرة دي هنقول بقى سهمة على طول؟ لا إكس بلس إي ماينوس أو إكس ده للتعبير عن مين؟ للتعبير عن لافلز دي يعني تعبير رمزي رمزي بس يعني مش حاجة ده مش له يعني ليس له دلالة زي يقولك إيه؟ سين زائد صاد هو سين زائد صاد دي حاجة؟ لا ده رمز فكذلك برضو الام والإكس الام رمز للفلز والإكس رمز لللافلز فلما نقول إكس زائد إيه سالب إيه سالب ده اختصار إيه؟ إلكترون إكس زائد إيه سالب يعني اللافلز حينما يكتسب إلكترون بيتحول لإيه؟ بيتحول لإكس سالب يعني إيه إكس سالب؟ يعني آيون آيون سالب خلي بالك خلي بالك هو طلع لك إيه في الآخر؟ طلع لك إكس سالب وإم موجب أهوم أكتبون لك هنا بخط كبير أهوم عايزك تركز قوي معي أهوم أهوم خلاص إكس سالب وإم موجب ماذا يحدث بين الأيونين الموجب والسالب؟ قالك بيحدث بينهما تجاذب إلكتروستاتيكي أو تجاذب كهربي بالمعنى الأوضح تجاذب إيه؟ تجاذب كهربي ليه بيحدث تجاذب كهربي؟ يا أخي ركز بقى ركز بعد إذنك تجاذب كهربي لاختلاف الأيونات واختلاف الشحنات هو أنت مخدتش بخمسة ابتداء وإنت بتدرس درس المغناطيس أو المغناطيسية أو القوة المغناطيسية إن الشحنات المختلفة تتجاذب والشحنات المتشبهة تتنافر ما كذلك الحال وهو الكهرباء إيه؟ غير شحنات مختلفة فبيحدث ما بين الآيون الموجب والآيون السالب يحدث إيه؟ تجاذب كهربي ليه بيحدث تجاذب كهربي؟ أقول له لاختلاف الشحنات لاختلاف الشحنات عشان يكون لي إيه في الآخر؟ بص بقى لما نكتبها في صورة معادلة تركز قوي في الحت اللي جاية دي أنت فاكر الأم الموجب دي بتعبر عن إيه؟ عن الآيون الموجب اتحاد قلت لك العلامة دي معناها إيه؟ اتحاد الأكس السالب آه معنى كده أن حدث اتحاد ما بين آيون موجب وآيون سالب هيطلع لي إيه؟ هيطلع لي مركب آيوني اسمه أم موجب أكس سالب اللي احنا كتبنا ده اسمه المعادلة الرمزية معادلة إيه؟ معادلة رمزية لمين؟ لتوضيح الرابطة الآيونية دي معادلة رمزية هنعمل بها كل الروابط الآيونية وهنعمل بها كل المركبات الآيونية زي ما هنشوف في المقطع القادم بإذن الله